بقى للشأن المحلي وانطلاقة الدوري وشايفين دوري مختلف عن السنين اللي فاتت ده كانت بتلعب مرشات كؤوس شايف الدوري ازاي المنافسة الاهلي سبع نقاط من ثلاث مباراة في الصدراء هو بيراميدز الزمالك خسر مبارح شايفها ازاي المنافسة وانت تصارك كده من بعيد وشايف مستوى الفرق ازاي بص قبل ما النادي الاهلي يدخل ونادي الزمالك اللي عبر مرشات كان بداية الدوري ماتش ماتشين كان ضعيف جدا الريتم التمبو بتاع اللعيبة بطيء البداية ما كانتش قوية اول ماتش ماتشين بعيد عن النادي الاهلي ونادي الزمالك والنادي الاسماعيل اللي هي البراميدز والمصري والحاجات دي كلها وفيوتشر وكده الدوري السنين دي مختلفة يا محمد وفي نفس الوقت كله خايف انت النهاردة كله يقول لك ايه انا لو انا مكسبتش مخسرش اتعادل النقطة مهمة جدا لكن طبعا النادي الاهلي مختلف النادي الاهلي دائما بيلعب على التتويج ودائما بيلعب على المكسب والمقطة بالنسبة له اصلا في الطبيعي لما يخسرها كارثة او بطولة تبقى كارثة فانا شايف ان الدوري ابتدى يشتغل ابتدى النهاردة انت بقيتش عارف كله بدعم كله بقى شبه بعضه اخساسنا النادي الاهلي ونادي الزمالك والانديها اللي هي بالدعم كله بقى شبه بعضه النهاردة انت بتلاقي الجيش مثلا بيتعادل مع البراميدز ولا مش عارف بيترو جيت روح متعادل مع مين و بتجدت لسه خسره من الاسمالي نهاردة واحد سفر طيب و هو اصلا كان المطشي السابت أعتقد هو كان متعادل بين مع بيراميدز او شي او مدر فيو تش POW كان متعادل مع بيراميدز أعتقد انت القى الاول اتوين اتنين اه بتلاقي نهاردة الجونة ماشي كويس جدا هوب يروح خسرها من المحلة المحلة كان شوية مش عابله كان ماشي كويس اول مطشي اروح ايه خسره من الجيش على الارضه الجيش كان مش عارفي كسبان المحلة هوب يروح خسره البنك الآلي كان بتعديل مع زماك 2-2 لولا ضربت الجزاء الأخيرة وخسر 3 مطش الأخير خسر من برامدز بكل سهولة شفت يعني الدوري السنة دي كله عاوز يأخذ من الطرطة زي ما بيقوله كله عاوز يسرق ويجري لأن انت النهاردة يقولك أنا جمع ابناط في الأول فرصة ليه أن أنا ممكن أدخل على فكرة دي الدوري كان فيه نسخة برضو 2014-2015 لما كنت أنا في سموحة كنت مع سموحة سعيتها في الدورة الفاصلة فاصلة يمكن أنا كنت في الأول كنت أعتقد في مجموعة النادي الأهلي أو النادي الزمالي كانت مجموعتين الأهلي في مجموعة ونادي الزمالي في المجموعة وبالتالي وصلنا في سموحة نهائي الدوري ضد النادي الأهلي كان الموضوع مش الفاصل بحقcribe بين الفرئتين وكان فرق هدف مصبوط خل ponieważ أنا بعد المنح يعني أنا كنت نفسك سأبع بطولة ديك ده وأنا بالعب بالنادي الأهلي لكن بعد المنح كانت في الأمم مع اللعيبة أصلاً مع نادي الأهلي كنت مع حسام غالي وجده و سيد معاوض واللعيبة الكبار و شريف الكرامي و كده فبالتالي وصلنا لنهاية الكاس ساعتها في السنة دي مع قدد نازة مالك فأنت فرصة إن كنتك قفر أبعيد عن نادي الأهلي و نازة مالك فرصة إنها تقدر تدخل وتخشي وتنافس المصري هو دلوقتي المصري لأ المصري كمان من الأندية الكويسة اللي بتدعم عندهم كابتن علي مهير طبعاً بقوله فترة و مهم جداً استقرار المدير الفني يكون متأجد في نادي بدعم مجلس الإدارة عنده جمهور عنده لعيبة كويسة قدر يدعم لعيبة كويسة من ممكن أدعم و ما يجيبش لعيبة عندها خبرات لكن هو دعم لعبة مميزة فبالتالي بقى نادي المصري دلوقتي مع كابتن علي مهير نديل أي فرقة لكن النادي الأهلي مختلف نادي الأهلي أنا متأكد إن شاء الله نادي الأهلي أكيد حيطر ما فيه بطولة في البرواز الموضوع ما بيعديش وأنا شايف إن حتى لما بخسرنا بطولة السوبر الأفريقي دي كارسة للنادي والعيبة و هو والآخر عشان كده كان فيه السوبر بعده بإزوى عشر تيام كان وضع طبعاً طبعاً بقى الحاجة لجمهور النادي الأهلي